كفاية وكواليس خمسة حزيران الفين وثلاثة وعشرين كواليس قال مسؤول سياسي بارز إن حزب الله انتظر سنتين ونصف وخاطر بتحالفه مع حليفه الأقرب الرئيس نبيه بري ومواجهة انقسام وطني خطير مع الرئيس سعد الحريري وإمكانية خسارة حليفه المرشح سليمان فرنجي يومها فقط من أجل منح الرئيس ميشيل عون فرص تحقيق استفاف وصناع التسويات توصله إلى الرئاسة وإنه مستعد للانتظار مثلها مع المرشح سليمان فرنجي خفاية قال مصدر نيابي إن لبنان دخل في الاستعصاء وبقاء الفراغ الرئاسي لشهور وربما أكثر وربط مستقبل الرئاسة في لبنان بما يجري بين الأمريكي ومحور المقاومة في المنطقة سواء في الملف النووي مع إيران أو مع سوريا من سلة شاملة وما يعرضه الأمريكي على المقاومة لتغيير تموضعها الرئاسي أو ما يطلبه منها لتسهيل فوز مرشحها الرئاسي ترجمة نانسي قنقر